بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعرض مع حضراتكم أول تعليق تركي رسمي على اعتقال إسرائيليين قام بتصوير منزل الرئيس رجب طيب أردغان ونقل إلى تل أبيب معلومات حساسة عن الرئيس وعن حراسات الرئيس رجب طيب أردغان وزير الداخلية سليمان صيلو يقول نتحدث عن جريم التجسس سياسي وعسكري إلى أين ستصل الأمور بين تركيا والكيان الصهيوني بعد اعتقال كذلك شبك التجسس تابعة للمساد تضم 15 عنصرا قبل فترة وجيزة أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد قال وزير الداخلية التركي سليمان صيلو إنه يمكن تقييم قضية الزوجين الإسرائيليين الذين صور منزل الرئيس التركي رجب طيب أردغان من فوق برج الإذاعة والتلفزيون تشامليجا على اعتبار أنها جريم التجسس السياسي وعسكري مؤكدا أن المحكمة ستتخذ قراراتها الخاصة بهذا الحادث خلال المرحلة المقبلة جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير دفاع منغوليا في العاصمة أنقرة فيما أوضح صيلو معقبا على أمر القضاء التركي بحبس ثلاثة أشخاص بينهم زوجان إسرائيليان بتهمة التجسس بينما كانوا يصورون المنطقة قاموا أيضا بتصوير منزل ومقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردغان والتركيز عليه ووضع علامة مميزة عليه الوزير التركي أضاف وبعد رؤيتهم من قبل العناصر الأمنية تم التدخل الأمني في القضية ونقل المعلومات للمدعي العام وعقب التقييم القانوني تم القبض عليهم كان القضاء التركي قد أمر في 12 نوفمبر تشرين الحالي بحبس الأشخاص الثلاثة بتهمة التجسس السياسي والعسكري وذلك على دمة التحقيق بعدما تم توقيفهم بدعوى التخاط صور لمنزل الرئيس التركي رجب طيب أردغان من تلة إتشامليجا في منطقة اسكدار بإسطنبول وذلك بعدما تم تفريغ محتويات هواتفهم المحمولة بحسب التحقيقات التركية فقد وصل الزوجان الإسرائيليان مودي وناتلي إلى برج تشامليجا في الجانب الأسيوي من إسطنبول يوم 9 نوفمبر تشرين الجاري في حوالي الساعة 2.5 عبر سيارة أجرة وصعد إلى الطابق 34 حيث التقط صورا لمنزل الرئيس أردغان باستخدام عدسات مكبرة للكاميرات التي أثارت شكوك رجال الأمن في المكان رسائل مثيرة للشك وكشفت التحقيقات أن الإسرائيليين أرفق مع صور منزل الرئيس التركي في حي اسكدار على الجانب الأسيوي من إسطنبول بيانات مفصلة حول المسافة التي تفصل البرج عن المنزل في حين قال المتهمان في إحدى هذه الرسائل هذا منزل أردغان مقابل المترو القريب من الطريق مع معلومات إضافية عن الطابق الموجودين فيه وعدد أفراد الأمن إضافة لمعلومات وبيانات تفصيلية حول برج شاملجة الذي يعد أطول مبنى في إسطنبول بارتفاع 587 مترا فوق مستوى سطح البحر كما قام الموقوفان بمشاركة هذه المعلومات مع جهات أخرى في إسرائيل عبر مجموعة مغلقة على برنامج واتس آب تحت عنوان العائلة وكشفت التحقيقات أن هواتف المتهمين لم يكن بها قسم مخصص للصور وتم إرسال صور منزل أردغان الذي تم تحديده بدائرة معينة وكتب عليها كتابات بلغة أجنبية مباشرة إلى إسرائيل إسرائيل تنفي تهمة التجسس في المقابل قال رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنيت في 14 نوفمبر 22 النتالي أبيب تعمل من أجل الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين المحتجزين في تركيا نافيا صحت الاتهامات التركية بأنهما جاسوسان على حد زعمه إذ أشار بنيت في بيان إلى أنه تحدث مع أسرة الإسرائيليين نتالي ومودي وأطلعهما على الجهود المبذولة لإعاداتهما إلى إسرائيل مؤكدا أن الاثنين لا يعملان كما أكد المسؤولون لأي جهة إسرائيلية بنت أضاف المسؤولون على أعلى مستوى في إسرائيل تعاملوا مع هذه المسألة طوال العطلة الأسبوعية الماضية بقيادة وزارة الخارجية وسيواصلون العمل دون كلل بهدف إيجاد حل بأسرع ما يمكن كما طلب القنصل الصهيوني في تركيا زيارة الزوجين في المعتقل للإطمئنان عليهما أيضا في ذات السياق أرسل بيانات عن رجال الأمن وموقع البيت تفاصيل جديدة بقضية الصهينة الذين صور منزل أردغان كشفت التحقيقات التركية تفاصيل جديدة حول قضية الإسرائيليين الذين صور منزل الرئيس التركي رجب طيب أردغان من فوق برج الإذاعة والتلفزيون الشاملجة بعد تفريغ محتويات هواتفيهما المحمولة وبحسب التحقيقات فقد وصل الزوجان الصهيينة مودي وناتلي إلى برج الشاملجة في الجانب الأسجوي من إسطنبول يوم 9 نوفمبر الجاري في حوالي الساعة الثانية والنصف عبر سيارة أجرى وصعد إلى الطابق 34 حيث التقط صورا لمنزل الرئيس أردغان عبر عدسات مكبرة التي أثارت شكوك رجال الأمن في المكان رسائل مثيرة للشك وكشفت التحقيقات أن الإسرائيليين أرفق مع صور منزل أردغان في حي أسكدار على الجانب الأسجوي من إسطنبول بيانات مفصلة حول المسافة التي تفصل البرج عن المنزل وقال المتهمان في إحدى هذه الرسائل هذا منزل أردغان مقابل المترو القريب من الطريق مع معلومات إضافية عن الطابق الموجودين فيه وعدد أفراد الأمن إضافة لمعلومات وبيانات تفصيلية حول برج الشاملجة الذي يعد أطول مبنى في إسطنبول بارتفاع 587 مترا فوق مستوى سطح البحر وبحسب التحقيقات التركية قام الموقفان بمشاركة هذه المعلومات مع جهات أخرى في إسرائيل عبر مجموعة مغلقة على برنامج وأتساب تحت أنوان العائلة وكشفت التحقيقات أن هواتف المتهمين لم يكن بها قسم مخصص للصور وتم إرسال صور منزل أردغان التي تم تحديده بدائرة معينة وكتب عليه كتابات بلغة أجنبية مباشرة إلى الكيان الصهيوني واعتقل المتهمان يوم 10 نوفمبر الجاري بعدما أفاد موظف في برج الشاملجة الذي افتتح العام الماضي بأن الزوجين مودي ونتلي وصل إلى قسم المطاعم في البرج وقام بتصوير منزل الرئيس التركي من نوافذ البرج وعرضها على بعضهما البعض وتم إبلاغ الشرطة التي توجهت إلى المكان وقامت باعتقال الزوجين وبعد نقلهما إلى القصر العدلي في إسطنبول أمر مكتب المداء العام بفتح تحقيق بحق الموقوفين مع طلب القبض عليهما بتهم التجسس السياسي والعسكري في المقابل تقوم إسرائيل بجهود مضنية للإخراج عن هذين الزوجين المتهمين بالتجسس إذن لم تكن هذه القضية الأولى ولن تكن الأخيرة فقبل مدة تم القبض على خلية الموساد والمكونة من 15 أنصرا والذين قاموا بتفتيش بريد لمقيمين عرب بمجمعات سكنية بإسطنبول وقد كشفت الصحافة التركية قبل مدة قصيرة تفاصيل عن خلية الموساد التي فككتها في تركيا فماذا يريد الموساد وماذا تريد إسرائيل من الرئيس رجب طيب أردغان ومن تركيا هذا ما تابعناه مع حضراتكم ولكن هل ستسكت المخابرات التركية والدولة التركية على هذه الانتهاكات الصهيونية أم ستكون لهم بالمرصاد أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته